القوى السياسية العراقية بعد هذه التجربة المريرة الطويلة بدأت تنبج من ناحية السياسية في هذا الجانب وقراءتها الصحيحة لمصالح العراق بدأت تقترب إلى الواقعية في هذا المجال بمعنى أنه صحيح الآن الإشارة الذكية بالتأكيد يعني أن تكون لنا سياسة خالجية فاعلة وبدأت هناك وكأن هناك استجابة لأن نتحدث عنها بإيجابية عالية يفترض أن تكون الوضع الداخلي السياسي البيني ربما باستقرار أكبر لكن الحقيقة هو لا زالت الخلافات لكن بطبيعة الحال سأسر ما تعرف جنابك هاي الموضوع العلاقات الداخلية بين القوة هاي مسألة جدا طبيعية يعني الآن ترىها بأغلب الدول الآن العلاقات بين الحزبين في الولايات المتحدة الجمهوري والحزب الديمقراطي هي ليست علاقات يعني ويام بدرجة كان هي نزاع على الثروة وعلى السلطة لكن غاية ما بالأمر هذه ملتزمة بسقوف من المصطحة الوطنية احنا لفترة طويلة استمر الصراع السياسي مملتزم بهذا السقف يعني لفترات احنا كنا نتحدث نابري في العراقية وفي غيره وماكن أخرى أنه القوة السياسية تذهب إلى خارج العراق وتتفق وربما وتكون علاقات يعني مخرجات هذه الاتفاقات بالضد من مصلحة العراقيين جميعا وليس ضد من مصلحة مكونة أو ما لآخر في نهاية المطافية ضد البلد لذلك اليوم حقيقة أنا أقول القوة السياسية العراقية بدأت تعيد درس هناك نجاح أي نجاح للعراق سياسيا سينعكس على وضع حد على الوضع الداخلي وعلى القوة السياسية بالتأكيد لأنه في نهاية المطاف العملية السياسية هي عمليات إنجاز تقدم للمواطنين وهذه القوة السياسية لا تستطيع أن لا تقوى على أن تخاطب الداخلي العراقي ما لم تكن لديها منجزات اليوم المنجز الخارجي في السياسة الخارجية بدأ وأنه يتصدر المشهد ترجمة نانسي قنقر